أهلاً وسهلاً بكافة السادة المشاهدين في هذه النافذة الإخبارية التي نطل عليكم من خلالها وتحديداً من محافظة سلفيت وبشكل خاص من بلدة كيف الحارس بلدة كيف الحارس تعاني نتيجة سياسات الاحتلال والاعتداءات والانتهاكات التي يتم رصدها بشكل يومي إما من ناحية إغلاق للبوابات ولمداخل البلدة أو من ناحية الاقتحامات المستمرة لقطعان المستوطنين وخاصة وأن بلدة كيف الحارس تحتوي على المقامات الإسلامية التي تحاول سلطات الاحتلال جاهدة السيطرة عليها وتهويدها حتى نتحدث بتفاصيل أكثر عن المعاناة التي تعيشها بلدة كيف الحارس من جميع النواحي إما من ناحية إغلاقات أو اقتحامات أو حتى مصادرة للأراضي ومنع المواطنين من التواجد بها ضيفي اليوم هو رئيس بلدية كيف الحارس أسامة صالح يعطيك العافية أسامة يعني أسامة نحن نتحدث بالبداية عن بلدة كيف الحارس التي لها خصوصية في محافظة سلفيت من ناحية المقامات الدينية الإسلامية الموجودة بها دعنا بالبداية نتحدث عن هذه المقامات عددها أهميتها من ناحية تاريخية من ناحية إسلامية وأيضا الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها بالبداية أهلا سهلا بتلفزيون فلسطين وبطاقم تلفزيون فلسطين يعني بالبداية بلدة كيف الحارس هي بلدة في محافظة سلفيت بلدة كيف الحارس تمتاز بالمقامات الإسلامية التي تميز بلدة كيف الحارس عن باقي بلدات محافظة سلفيت تحتوي على مقامات إسلامية مقام يوشع بن نون مقام ذو الكفل مقام ذن نون مقام خادم صلاح الدين الأيوبي هذه المقامات الناظر إليها والزائر إليها يعلم تماما أن هذه المقامات هي مقامات إسلامية فلسطينية تاريخية طبعها المعمار من القباب والحراب الموجودة في هذه المقامات تدلل وتؤكد صدق الرواية الفلسطينية بفلسطينية هذه المقامات يحاول الاحتلال مرارا وتكرارا على مدى التاريخ كما تورثنا عن أبائنا وأجدادنا بأن الاحتلال يحاول دوما تزوير حقائق التاريخية لهذه المقامات من خلال اقتحاماته المستمرة لهذه المقامات حيث عدد سكانك في الحارس 4000 نسمة ونصف يقوم الاحتلال باقتحام بلدة كيف الحارس لتأمين اقتحام ما يقارب 11 إلى 12 ألف مستوطن بمعنى ثلاثة أضعاف السكان الآمنين في البلدة لتأمين وصول المستوطنين لهذه المقامات الموجودة داخل بلدة كيف الحارس أيضا بالحديث عن الاقتحامات وتأمين المستوطنين دخولهم إلى البلدة هناك اقتحام قريب سوف يحدث كما تم ذكره في بعض الصحف المواقع صحيح بالآونة الأخيرة نعلم نحن كبلدية كيف الحارس والمواطنين الموجودون في بلدة كيف الحارس بنية الاحتلال لاقتحام المقامات الموجودة داخل البلدة من خلال الصحف العبرية والقنوات الإخبارية العبرية والتي تدعو فيها قوات الاحتلال والجهات الرسمية لدى الاحتلال إلى المستوطنين والمتطرفين للمشاركة في اقتحام بلدة كيف الحارس واقتحام هذه المقامات يرافق اقتحام المستوطنين لبلدة كيف الحارس وللمقامات الإسلامية الاعتداء على السكان الآمنين بمعنى فرض حضر التجوال على السكان من قبل قوات الاحتلال قبل دخول المستوطنين وقطعان المستوطنين للبلدة وإلى المقامات الإسلامية يرافق الاعتداء على المواطنين على امتداد خط الاقتحام لهذه المقامات عند دخول المستوطنين يرافق اقتحام المستوطنين الاعتداء على منازل المواطنين بالحجارة من تكسير الزجاج ونوافذ البيوت من تخريب بيوت المواطنين وسكاكر أبوابهم من تخريب الممتلكات العامة بالاقتحام الأخير بشهر الاثنين قامت قوات المستوطنين بقطعان المستوطنين بالاعتداء على العددات المياه الرئيسية وتكسير جزء كبير منها بالإضافة لتخريب أي شيء تطالوا أيديهم في مسير وخط الاقتحام لهذه المقامات عندما نتحدث عن الاقتحامات هي حالة من الهلع والرعب ترافق هذه الاقتحامات بالإضافة إلى تخريب كل ما تصادفه قطعان المستوطنين من ممتلكات تخص المواطنين في بلدة كيف الحارس أيضا هذه الاقتحامات يرافقها نوع آخر من الإزعاج والضوضاء والاعتداءات التي لها علاقة بنفسية المواطن هنا في بلدة كيف الحارس نعم صحيح بلدة كيف الحارس خلال فترة اقتحام المستوطنين تقوم قوات الاحتلال بفرض حذر التجوال وبمعنى آخر إغلاق البواب الرئيسي ومنع حركة المواطنين بلدة كيف الحارس يوجد بها عيادة صحية ولكن لا يوجد فيها أي مرافق طبية تعمل مساء والذي يؤدي بالفلسطيني الموجود داخل البلدة للذهاب إلى بلدة سلفيت وللمستشفى الشهيد ياسر عرفات في بلدة سلفيت بالاقتحام الأخير قامت قوات الاحتلال بضرب كنبل صوتية على إحدى المواطنات داخل البلدة مما أدى لإصابتها في قدمها وعند الاتصال بالإسعاف الفلسطيني تم منع دخوله إلى البلدة طيلة فترة الاقتحام بمعنى أنها تلقت العلاج بعد خروج قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في صباح اليوم التالي يرافق ذلك الاعتداء أيضا من قبل المستوطنين على المواطنين إذا تحرك أحد المواطنين ومنع حركة المواطنين بشكل كامل خلال فترة الاقتحام بالإضافة لإعتدائهم على بيوت المواطنين وعلى تكسير شبابيكم والأعداد الهائلة التي تقوم المستوطنين وقطعان المستوطنين بالدخول فيها إلى البلدة تقلل الحيلة والوسيلة لدى المواطن الفلسطيني في بلدة كيف الحارس من أخذ أي ردة فعل بمعنى أمام منزل المواطن قد يكون متواجد لقوات الاحتلال والتي تؤمن اقتحام المستوطن بمعنى حمايته وبالإضافة تؤمن اعتدائه على المواطن داخل بلدة كيف الحارس يعني أنتم كبلدية كيف الحارس كجهة رسمية مسؤولة عن أمن المواطنين في هذه البلدة ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها أو الإجراءات التي يتم تعميمها على المواطنين في بلدة كيف الحارس حتى يتخذوها لمنع وقوع إصابات أو الحد من الخسائر سواء كانت خسائر مادية أو بشرية عند وجود هكذا اقتحامات يعني بلدة كيف الحارس نقوم بالبداية بإبلاغ المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي بنية الاحتلال لاكتحام البلدة وقطعان المستوطنين لاكتحام المقامات الإسلامية كبلدية كيف الحارس يمنع حتى علينا كمواطنين في داخل البلدة من التحرك يعني عند قيام قطعان المستوطنين بإعطاب عددات المياه وتكسير المواسير شبكة المياه قمنا بالتواصل مع الارتباط الفلسطيني لتأمين وصول فني المياه لإصلاح الخلل الذي قام المستوطنين ولكن كانت تجاوب مماطلة من قبل الارتباط الإسرائيلي بمعنى يعني زودون بالموقع زودون بالمكان عبر الصفحات الإلكترونية لحين الانتهاء من الاقتحام ظلت المي وهدر المياه في داخل البلدة طيلت فترة الاقتحام وبالعادة كم تستمر مدة هذه الاقتحامات؟ يعني من الساعة العاشرة مساء إلى ثاني يوم صباح اليوم التالي أيضا بالحديث عن محور آخر وهو ناقوس خطر آخر يدق أبواب المواطنين في بلدة كف الحارس المنطقة الجنوبية هذه المنطقة التي يوجد هناك أراضي للمواطنين تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة كف الحارس يعني سلطات الاحتلال تحاول قدر الإمكان مصادرة عدد من الدنومات في تلك الأراضي منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المنطقة الجنوبية في كف الحارس ماذا تحدثنا عنها؟ قبل الحديث عن المنطقة الجنوبية ومصادرة الأراضي نحن كبلدية كف الحارس قمنا بالتواصل مع الإغاثة الأولية الدولية لتأمين على الأقل عدم الاعتداء على بيوت المواطنين بتركيب شبك على كافة زجاج المنافذ المواطنين الموازية لاقتحام المستوطنين للبلدة يعني ركبنا شبك حراسة على زجاج نوافذ المواطنين خلال خط الاقتحام عند الحديث عن المنطقة الجنوبية لبلدة كف الحارس بلدة كف الحارس 9300 دنوم تقريبا 50% من أراضي كف الحارس مصنفة كأراضي سي يمنع على المواطن الفلسطيني الوصول لهذه الأراضي وخاصة بالفترة الأخيرة حتى أعمال الفلاحة داخل الأراضي المصنفة سي منع على المواطن في بلدة كف الحارس من الوصول سواء لقطف ثمار الزيتون لرش الأرض لاستصلاحها لحراثتها منع على المواطن بشكل كامل من الوصول إلى أراضي بلدة كف الحارس المصنفة سي وخاصة المنطقة الجنوبية لبلدة كف الحارس والتي تقدر بنصف أراضي بلدة كف الحارس أيضا هناك خط مياه ناقل تحاول سلطات الاحتلال بناءه يمتد أو يعني يبنى أو يضع على أراضي المواطنين في المنطقة الجنوبية نعم صحيح يعني تستغل قوات الاحتلال منع المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أرضه لإقامة مشاريع تغذي بالأساس وتفيد بالأساس المواطن الإسرائيلي أو المحتل الإسرائيلي الساكن في المستوطنات يعني تقوم قوات الاحتلال بالأوان الأخيرة بتركيب خط ناقل للمياه وخط ناقل للكهرباء بين أرائيل الصناعية وأرائيل مستعمرة ومغتصبة أرائيل الصناعية ومستوطنة أرائيل السكانية بخط مياه ناقل كان خلال أراضي المواطنين ورافق ذلك خلع أشجارهم والاعتداء على أراضيهم وتغير ملامح الأرض مما يصعب على المواطن الفلسطيني القيام بإعمار أرضه فيما بعد أيضا المنطقة الجنوبية يعني المار من تلك المنطقة يلاحظ وجود عدد من الأشجار التي تم تكسيرها واقتلاعها وحالة من الدمار التي خلفتها جرافات الاحتلال أثناء محاولة مصادرة بعض الدنومات وبناء خط المياه الناقل نعم صحيح قامت قوات الاحتلال بالاحتداء على أراضي المواطنين واقتلاع أشجارهم ومنع المواطن الفلسطيني من الذهاب لاستفادة من الأشجار التي تم اقتلاعها سواء بزراعتها مرة أخرى أو بأخذ حطبها كما يفعل المواطن في بلدة كيف الحارس منع تماما من الوصول وهدد من خلال شركات حراسة كانت ترافق الشركات الإسرائيلية التي تقوم بهذه الأعمال منع من خلال شركات الحراسة من الاقتراب حتى من مكان العمل وتهديده بإطلاق النار عليه يعني المواطن الذي يمتلك قطعة أرض في تلك المنطقة كيف يتم تعويضه أو ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق هذا المواطن إما للتقليل معنويا من حالة الخسارة التي يعاني منها أو للحفاظ على ما تبقى من أمطار قليلة من أرضه يعني نحن بدورنا كبلدية كيف الحارس كمنا التواصل مع محافظة سلفيت وتزويدهم بأسماء المواطنين وكذلك مع وزارة الحكم محلي وتزويدهم بأسماء المواطنين المتضررين من خط الناكل للكهرباء أو الخط الناكل للمياه التي تقوم به قوات الاحتلال وتزويدهم بكشف الأضرار التي تعرض لها كل مواطن على حدة أيضا بالحديث عن بلدة كيف الحارس لن نستطيع أن نغفل عن الإغلاقات لمداخل البلدة التي تتعرض لها بلدة كيف الحارس وهذه الوتيرة من الإغلاقات تصاعدت خاصة خلال فترة شهر رمضان وما بعده نعم صحيح تقوم قوات الاحتلال بإغلاق المدخل الرئيسي لبلدة كيف الحارس والذي هو يوصل المواطن في بلدة كيف الحارس مع الشارع الرئيسي والذي يوصل بلدة كيف الحارس مع كافة مرافق وبلدات محافظة سلفيت عند أغلاق مدخل رئيسي لبلدة كيف الحارس يصعب على المواطن الفلسطيني داخل البلدة من الخروج إلى المستشفى الشهيد ياسر عرفات بي سلفيت عند الحالات الطارئة يصعب على المواطن الوصول إلى أماكن عمله يصعب على المواطن الوصول إلى أي مكان خارج البلدة يوجد مدخل فرعي تقوم قوات الاحتلال بإغلاقه أيضا باستمرار وهذا المدخل بحاجة إلى صيانة أو رعاية وإعادة تأهيل كذلك تمنع قوات الاحتلال بلدة كيف الحارس والبلدات المجاورة من إصلاح من هذه الطريق الفرعية سواء بفردها بسكورس وغيره وتمنع معدات البلدية من الوصول بحجة أن مصادرتها في حال تم وصول معدات البلدية هذا يؤثر على المواطن الفلسطيني بشكل سيء جدا وخصوصا عند الحالات الطارئة بالإضافة إلى ذلك تكون قوات الاحتلال بالأونة الأخيرة من اكتحام بلدة كيف الحارس من قبل جنود الاحتلال اكتحام مستفز على شكل مشاه لعرقلة حركة الناس ولعرقلة سير أمورهم بشكل طبيعي وكذلك قامت قوات الاحتلال بسرقة تمثال قارطة فلسطين مجسم لقارطة فلسطين من وسط البلدة وحمله على ظهور الجنود والخروج به من داخل البلدة بشكل استفزازي ورافق اكتحاماتهم العديد من الاعتداءات على المواطنين من ضرب وتنكيل من المواطن الفلسطيني أيضا دعنا نغفل بأن الطريق الفرعية التي تسمى بالعبارة يكون هناك تواجد مشال جنود الاحتلال في تلك المنطقة وبالتالي يكون هناك أيضا حالة من الرعب والهلع للمواطنين أثناء مرورهم من منطقة العبارة وتحديدا في ساعات المساء دعنا نعود إلى الاكتحامات وتحديدا اكتحامات المستوطنين أيضا في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ السابع من أكتوبر سجلت حالات اقتحام للبلدة من قبل قطعا من المستوطنين في ساعات النهار وفي ساعات الصباح الباكر هذه الحالات من الاقتحام للمستوطنين بحجة أنهم يريدوا زيارة المقامات الإسلامية التي تحاول سلطات الاحتلال تهويدها كيف تؤثر على حياة المواطن في بلدة كيف الحارس يعني المميز في اقتحامات الاحتلال وقطعا المستوطنين لهذه المقامات أنها تكون مع كافة المناسبات العبرية والتلموذية يعني قد يكون هناك اقتحامات خلال ساعات الصباح الباكر مما يؤثر على طلاب المدارس علمان بأن مقام يوشع بالنون هو ملاسق تماما لمدرستين ذكورك في الحارس الأساسية والثانوية ويرافق ذلك عدم وصول الطالب إلى مدرسته وترويعه وتعرويع أهله يعني المواطن في بلدة كيف الحاس لما ابنه يطلع على المدرسة بيكون رايح على المدرسة فلما يعرف أنه في عندك اقتحام من قبل الاحتلال وقطعا المستوطنية فيعني ابنه يطلع على المدرسة ومش عارف ابنه وصل للمدرسة ولا ما وصل هذا الحكي بيأثر على حياة الطلاب بالشكل الأساسي لأنها مدرستين لا كيف الحارس الأساسية ملاسقات لمقام يوشع بالنون بالإضافة إلى فرض حظر التجوال سواء بالليل أو بالنهار تقوم قوات الاحتلال بالبداية بفرض حظر التجوال لتأمين اقتحام المستوطنين من حاخامات أو مستوطنين عاديين يميز اقتحام الاحتلال ومحاولته لتزوير الواقع في بلدة كيف الحارس في الاقتحامات الكبيرة خصوصا إتيان المستوطنين لأبنائهم الصغار وكمحاولة تعليمهم أن هذه مقامات يهودية أو عبرية ويرافق ذلك كدروس أو كمواعد من خلال حاخامات يكونون على شكل حلقات أمام المقام أو داخل المقام لمحاولة تزوير تاريخ هذه المقامات نحن تحدثنا عن المحاولات المستمرة والمستميتة من قبل سلطات الاحتلال لتهويد هذه المقامات في المقابل ما هي الإجراءات التي أنتم كبلديات كيف الحارس أو كلجان وهيئات محلية رسمية في هذه البلدة تحاول القيام بها للمحافظة على طابع هذه المقامات الإسلامية قدر الإمكان هنا ننوه لدور الإعلام الرئيسي في كشف هذه الانتهاكات وكشف تزوير الحقائق في بلدة كيف الحارس بالاقتحام الأخير بشهر اثنين قمنا بالتواصل مع عدة وسائل إعلامية وبالفعل قدمت إلى بلدة كيف الحارس ما يقارب 5 إلى 6 وسائل إعلامية وقمنا بتأمين موقع على إحدى العمارات المقابلة لمقام يوشع بنون قام أحد المستوطنين بالصعود إلى مجسم خارطة فلسطين قبل سرقته من قبل قوات الاحتلال بمحاولة لتخريبه هنا نميز دور الإعلام في إثبات أو الحد من اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال قام أحد الضبات بإنزال المستوطن والإشارة إلى الصحفيين الموجودين والمغطين للحدث هنا ننوه كبلدية كيف الحارس بالتواصل مع كافة وسائل القانوات التلفزيونية والصحفية وغيرها من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتسليط الضوء على بلدة كيف الحارس والمقامات الموجودة في بلدة كيف الحارس وأهمية تكثيف الزيارات السياحية لبلدة كيف الحارس ليكون المواطن الفلسطيني في باقي البلدات على علم بوجود مقامات إسلامية فلسطينية تاريخية موجودة داخل بلدة كيف الحارس وهي يحاول الاحتلال تزوير هذه الحقائق والتاريخ لهذه المقامات يعني أيضا هناك جهود تبذل بكل تأكيد من قبل بلدية كيف الحارس لتعزيز صمود المواطنين إما المزارعين في أراضيهم أو المواطنين الذين يقيمون في داخل هذه البلدة في ظل كل هذه الاعتداءات والانتهاكات وسياسات سلطات الاحتلال المجحفة بحق أهاليها ما هي أبرز الصعوبات أو التحديات التي تقع على عاتقكم كبلدية كيف الحارس يعني إحنا كبلدية لما ندعو مواطن للاهتمام بأرضه في منطقة سي أكيد الحكي الشفوي ما بيجيب نتيجة يعني أنت المواطن بحاجة لدعم مادي ومعنوي لإلزامه أو لتشجيعه على المحافظة على أرضه نحن كبلدية كيف الحارس كمنا بالتواصل يعني مشكورين الإغاثة الزراعية في محافظة سلفيت وكذلك مؤسسة الهيدرولوجيين الفلسطينيين قاموا بتوفير مشاريع استصلاح أراضي مناطق سي وتم استفادة ما يقارب 20 إلى 25 مواطن في بلدة كيف الحارس ماديا للاهتمام بأراضيهم في مناطق سي وكان هناك إشراف من قبل هذه المؤسسة على ضرورة الالتزام فعلا بالمحافظة على أراضي في مناطق سي مؤسسة الهيدرولوجيين الفلسطيني قامت بتزويد كيف الحارس بخط مياه ناقل 1300 متر كيلو شوي بما معناه هذه المشاريع تعزز وجود المواطن الفلسطيني وتحمله وتشجعه على ضرورة التمسك بأرضه في بلدة كيف الحارس وهذه البلدة خصوصا بما تعانيه من اقتحامات من قبل قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه قد تزهق نفسه للخروج أو للبحث عن بديل هذه المشاريع تعزز وجود المواطن الفلسطيني بالإضافة لمشاريع وزارة الحكم المحلي والوزارة الزراعة مثلا جلبنا مشروع منها بإعادة تأهيل الطرق المؤدية لأراضي المزارعين بالإضافة لمشاريع وزارة الحكم المحلي بتصليح البنية التحتية كل هذه المشاريع تصب في خدمة وجود المواطن الفلسطيني في بلدة كيف الحارس وتعزز وجوده وتحمله وتشجعه على إعادة الإعمار والإعمار وتكثيف وجوده في بلدة كيف الحارس وعدم الرحيل وهو ما يريده الاحتلال أيضا أنتم كبلدية كيف الحارس هناك اتصال وتواصل مباشر مع المواطن الفلسطيني وتحديدا في هذه البلدة كيف تقيس مدى الصمود ونفس المواطن الفلسطيني في مواجهة كل هذه التحديات والمعيقات التي يواجهها سواء من ناحية إغلاقات أو مصادرة أراضي أو اقتحامات بلدة كيف الحارس تمتاز بشجاعة المواطن في بلدة كيف الحارس قدمت كيف الحارس العديد من الشهداء والعديد من الأسرة من داخل البلدة في سبيل الحفاظ على هذه المقامات يعني عندنا حادثة الشهيدة ابتسام بوزية كانت مقابلة للمقام وكان اقتحام للمستوطنين وقتم تصويب النار عليها من قبل أحد المستوطنين فبلدة كيف الحارس مواطنيها صامدون في البلدة وبحاجة بحاجة إلى تشجيعهم على الصمود قدمت العديد من الشهداء والعديد من الأسرة في سبيل الحفاظ على الأرض والعرض والمقامات الموجودة داخل البلدة ما الذي تحتاجه بلدة كيف الحارس تحديدا في هذه الآونة لتعزيل صمود المواطن أيضا لتقوية الخدمات الموجودة فيها بحاجة إلى مشاريع بنية تحتية يعني بلدة كيف الحارس تفتقر إلى العديد من المشاريع اللي بتأهل البنية التحتية سواء مشاريع الكهرباء مشاريع المياه مشاريع تعبيد الطرق وصول الأراضي وشق الأراضي للعديد من الطرق وخاصة الأراضي المصنفة منطقسي هذه المشاريع تحتاجها بلدة كيف الحارس بالفعل أيضا هناك صعوبات بكل تأكيد تقع عليكم وأنتم كمجلس بلدي شبابي هو الأصغر في جميع المجالس البلدية في الضفة الغربية ما هي أبرز هذه الصعوبات التي تقع عليكم خاصة وأنتم في عمر صغير وكيف يتم التعامل مع هذه الصعوبات والتحديات يعني عمر الشباب هو عمر العطاء فإحنا الحمد لله رب العالمين تحركنا من بداية تسلمنا لدفة الرئاسة البلدية إلى العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لجلب المشاريع لبلدة كيف الحارس كان هناك اهتمام من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالفعل ببلدة كيف الحارس وبرئاستها الشابة لجلب المشاريع للبلدة والحمد لله تم في سنة 23 تنفيذ 44 إنجاز تم إعداد تقرير فيهم وتسليمهم لوزارة الحكم المحلي من قبل بلدية كيف الحارس بالآونة الأخيرة وخصوصا بعد أحداث 7 أكتوبر واجتداد الهجم الصهيوني على المواطن الفلسطيني وعلى البلدات الفلسطينية قلت المشاريع وقلت تدفق المشاريع على بلدة كيف الحارس قد يكون الإنسان في حيرة من أمر يعني متى تقارن دعم يروح لغزة أو لمخيم نور شمس أو لمخيم جنين المناطق المنكوبة واللي بتكون قوات الاحتلال بتدمير البنى التحتية في هذه المناطق بحيث تصبح غير صالحة نهائيا للسكان الأمنين يعني المواطن يعني إحنا كبلدية شوي بنخف على يقين أن هذه البلدات بالفعل هي أولى من بلدة كيف الحارس ولكن بلدة كيف الحارس على مدار السنوات السابقة كان هناك شح في دعم البلدة من قبل المشاريع أيضا لا أستطيع أن أغفل وأن أتناسى موضوع المواطنين الذين يقتنون في المنطقة الجنوبية بمحاذاة البرج العسكري وما يعانوه يعني هناك معاناة كبيرة يعاني منها المواطنين الذين يقتنون في تلك المنطقة يعني صحيح وأكيد مئة بالمئة تقوم قوات الاحتلال حتى بالأول الأخيرة تواصل معنا سكان الساكنين في المنطقة المحاذية للبرج للبرج الاحتلالي والبوابة الاحتلالية يقوم بمنع المواطن نفسه من الخروج من منزله في ساعات معينة إذا بدوا يعني هم أقارب أقارب في بعض حتى إذا بدهم يتحركوا مسافة 10 متر إلى 20 متر بتقوم قوات الاحتلال والجنود الموجودين في البرج الاحتلالي بمنع المواطنين من الحركة خاصة بالليل وتهديدهم بالسلاح وتم الاعتداء عليهم يعني من فترة قريبة تم الاعتداء عليهم بس لأنهم طلعوا من منزل راحوا لمنزل لا يتعدى 10 إلى 20 متر انتقلوا بين منزلين قامت قوات الاحتلال إنه بالاعتداء عليهم وحتى بالضرب يعني يعني خاصة هؤلاء المواطنين على مدخل البلدة توليهم بلدية كيف الحارس بالاهتمام يعني بالفترة الأخيرة في إحدى الحاجات الساكنات على مدخل البلدة قامت بالطلب من بلدية كيف الحارس بتأهيل مدخل البلدة لأنه ترابي يعني منطقة سيوة ثم معدات البلدية من الوصول قمنا كبلدية كيف الحارس بتوجه كأفراد ومساهمة فرد الزفتة المكشورة أمام المنزل باليدوي فبلدية كيف الحارس تولي هؤلاء المواطنين الساكنين الأهمية القصوى لتثبيتهم على السكن والبقاء في منازلهم تقوم قوات الاحتلال بالاعتداء على منازلهم من خلال الحجارة أمرارا قمنا بتركيب شبك على زجاج منافذهم طلبوا مننا كبل فترة كمان يكون عند أحدى الحاجات اللي هو باب خشب سنقوم بتوفير باب حديد بدل الباب الخشب الخارجي نحن على ثقة تماما بأنهم على خط الدفاع الأول على مدخل البلدة وصمودهم بالأساس هو صمود لأهالي البلدة ككل فبلدية كيف الحارس تدعمهم قلبا وقالبا في كل ما يحتاجونه للصمود على مدخل البلدة شكرا لك أسامة على كل هذه المعلومات وهذه الإضاحات يعني كيف الحارس هذه البلدة التي معاناتها هي جزء من معانات كافة البلدات والقرى في محافظة سلفيت سياسات سلطات الاحتلال بحق هذه البلدة هي كبيرة ومتصاعدة وأطمع سلطات الاحتلال بحق أراضي والمقامات الإسلامية الموجودة في بلدة كيف الحارس لا تقف عند حد معين ولا تعرف إلا ولا ضميرا ولا حقا إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النافذة الإخبارية من بلدة كيف الحارس كانت معكم لينا دوابي موسيقى موسيقى